اللي وصلت له إسبانيا ده ده تخطيط أنا كنت بتكلم إنه هم بيكسبوا له تحت 19 تحت 21 سنة بياخدوا بنفس المدرب البطولة هذا العام البطولة الكبار تخطيط محترم طبعا ديلافوينتي مع المنتخبات مدرب منتخبات الاتحاد الإسباني بيجاهزوا من 2015 تحديدا إنه هو يكون هو مدرب المنتخب بعد سنين مسك منتخب تحت 19 سنة وحقق اليورو بعد كده نتنقل بعدها على طول مسك منتخب تحت 21 سنة وحقق معي اليورو والراح شارك في الأولمبيات وقتها كان مع المنتخب المصري في المجموعة ومنتخب مصر تعادل مع المنتخب الإسباني وسأقتها منتخب إسبانيا حقق الفضية بعد مخسر من البرازيل في المباراة النهائية بعد كده وصل نوبة مدرب منتخب إسبانيا الأول في 2022 بعد ما المنتخب أخفق في كاس العالم مشي لويس إنريكي وتم التعاقد معه وقتها الصحف العالمية بعيدا عن الصحف الإسبانية الصحف العالمية نفسها استغرابت جدا اختيار ديلاف وينتي لأنه مدرب مش معروف ما فيش حواليه هالة ما فيش حواليه ضجة لكن الاتحاد الأسباني كان هو حطت خطته والمدرب ده من 2015 من وقت لما بيتم تعيينه هم بيحضروا أن ده اللي هيبقى مدرب المنتخب بعد كده بالمناسبة هو الاتحاد الإنجليزي عمل حاجة أشبه بكده ممكن اختياره ما كانش الاختيار الأمثل أنه يعمل ده مع جاري الثاوز جيت بعد فترة طويلة كم لعب من الموجود في الجيل ده لعب قدام مصر في الأولمبياد في ست لعيبة من الموجودين في اليورو شاركوا بالمناسبة في المباريات وكان اليوم إسهامات كبيرة ست لعيبة لعبهم مع أصاد منتخب مصر في الأولمبياد يونيس سيمون الحارس الأساسي المنتخب أسبانيا كان هو الحارس الأساسي للمنتخب وقتها كوكوريلا كان مع المنتخب وقتها بدري كان موجود ميرينو اللي سجل هدف الفوز أصاد منتخب ألمانيا كان موجود أريازابل أريازابل كان هو الموجود وداني أولمو كان هو السادس بتاعهم الستة العابة دول كانوا من جيل ديلافوينتي اللي كان في المنتخب الأولمبي وفي منهم اللي طالع معه من وقت ما كان في منتخب تحت 19 سنة فعشان كده فضل يعتمد عليهم لحد دلوقتي وده كان سبب على سبيل المثال أنه فضل كوكوريلا على حساب جريمالدو والناس كلها استغرابت جدا وبيفضل كوكوريلا ليه لكنه فضل عشان هو حافظ أسلوب العابة طيب